السيد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة النادي الأهلي أو فريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المتواجد في تونس اتمأن على كافة الترتيبات الإدارية للبعثة منذ وصولها إلى مطار قرتاج وحتى فندق الإقامة أكد الدماطي على توفير كافة سبل الرحل للفريق وتذليل كافة الصعاب في طريق البعثة وتهيئة الظروف التي تخدم الجهاز الفني في تحقيق أهدافه خلال مباراة الترج اتمأن رئيس البعثة أيضا في خلال حديثه مع الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والكابتن سامير عدلي المدير الإداري على الترتيبات الإدارية الخاصة بملعب التدريبات والتنقلات وكافة الأمور المتعلقة بالجانب الإداري للبعثة وتزليل كل الصعوبات التي قد تواجه البعثة الكل ينتظر الأبطال إن شاء الله مرسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيعقد محاضرات بالفيديو للعبين وكولر يحاضر اللعبين أيضا قبل الميران الأول والجهاز الطبي يؤكد جاهزية كابتن حسين الشحات ودكتور إهاب علي استشاري التغذية بيتحدث عن برنامج التعامل مع ضغط المباريات بيتكلم إنه هناك فيتامينات ومعادن وأملاح اللعبين بيحتاجوها وهو بيحاول توفيرها أو بيوفرها بالفعل اشتركوا في القناة